هذه مسألة مصيرية اختلفوا في مساء الفرعية أخرى كثيرة هذا ابن مسعود وهذا عمر ابن مسعود وعمر بالخطاب كلاهما من العلماء مشهود لهم بالعلم عمر الفاروق الذي صدقه القرآن من فوق سبع سماوات إن يكن فيكم محدثون في عمر عمر الملهم الذي أجرى الله الحق على لسانه ويده وابن مسعود من أراد أن يأخذ القرآن غضاً طريباً فليأخذه من ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه ويختلفان مع أن ابن مسعود يعود كثيراً إلى آراء عمر لكن نجد الخلاف بينهما مثال ذلك لو أن رجلاً زنى بامرأة فإن ابن مسعود يقول لو أنه تزوجها بعد الزنا لم يزال زانيين حتى يموت لا يصح هذا العقد واستدل بظاهر الآية الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ويرى عمر خلاف ذلك يقول إذا تاب إلى الله وعقد عليها فإن هذا العقد أوله سفاح وآخره نكاح يختلفان جاء رجل يوماً إلى ابن مسعود فقرأ عليه سورة من القرآن برواية عمر قال من الذي أقرأك؟ قال عمر بن الخطاب فأجهش ابن مسعود بالبكاء أجهش وقال ذاك حصن من حصون الإسلام كان الناس إذا دخلوا فيه لا يخرزون منه فلما مات عمر انثلم ذلك الحصن نعم حتى عد بن القيم رحمه الله في كتابه النافع إعلام الموقعين عن رب العالمين أكثر من مئة مسألة فقهية اختلف فيها ابن مسعود مع عمر وكان عمر إذا أبصر ابن مسعود يقدم عليه تأخذه العبرة ويقول الكنيف ملئ علما وفقها احترام وتقدير وتبجيل نعم ومعرفة لقدر الناس رغم الخلاف المذهبي ورغم الاختلاف الاجتهادي ولكن تبقى أخوة الإيمان اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت وابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقولها اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وأما زيد بن ثابت فقد قال إن صح أفرضكم زيد فهو أعلم الصحابة بعلم الفرائض علم المواريث اختلفوا اختلفوا في مسألة الجد هل يحجب الإخوة أم لا يحجب الإخوة اختلفوا في ذلك وكان لكل منهما رأي فرأي أبي بكر يرى أن الجد يحجب الإخوة فلا يرثون مع وجود الجد لأنه ينزل الجد منزلة الأب وهذا مذهب ابن عباس وأما زيد بن ثابت فإنه ورثهم وهذا مذهب ابن مسعود أيضا انظر فما الذي حصل يقول ابن عباس يوما ألا يتق الله زيد بن ثابت يجعل الإبن إبناً ولا يجعل أب الأبي أباً ليش يعتبر ابن الإبن إبناً في بعض المسائل الفرضية ولا يعتبر أب الأبي أباً يعني يش الجد حتى قال يوما وددت أن من خالفني فيها أن يضع يدي على يده عند الركن في المأزل الحرام عند الركن يعني عند الحجر الأسود ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكذب يا سلام انظر لهذه القوة هذه من التأكد في صحة الموقف ومع ذلك كيف كان أبصر ابن عباس يوما زيد بن ثابت قد ركب بغلته فذهب وأسرع وأخذ بخطامها يقودها قال ماذا تصنع يا ابن عم رسول الله قال هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا قال أرني يدك يرحمك الله فأراه يده فقبلها قال هكذا أمرنا أن نصنع بأهل بيت نبينا انظر إلى الأدب ولما توفي زيد بن ثابت بكى ابن عباس بكاء مر وقال لقد دفن اليوم علم كثير لقد دفن اليوم علم كثير هذا الخلاف يصعب حصره لأنه كما قلت لكم ليس بالقليل حتى أن الإمام البيهقي في السنن روى وله شاهد من صحيح مسلم أن أنس بن مالك قال كنا نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافرنا من المفطر ومن الصائم ومن المقصر والصلاة ومن المتم فلا يعيب المتم على المقصر ولا هذا على هذا ولا الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم لأنهم فهموا أن المفاهيم لا بد أن تتباين وتختلف حينما حج عثمان بن عفان رضي الله عنه فما كان منه إلا أن أتم الصلاة في ميناء وهو الخليب ويقطن المدينة فهو بالنسبة لنزوله بميناء مسافر المسافر لكنه أتم الصلاة وهذه من المآخذ التي أخذها التي أخذ الثوار الذين قتلوه عليه فيها والخوارج كذلك وله تأول رضي الله عنه قال إنما قدمت بلدا فيه أهلي فباعتبار وجود أهله في مكة قال ما دام لي أهل لا يحل لأن أقصر الصلاة ابن مسعود رضي الله عنه كان يتم الصلاة خلفه فجاءوا إليه باعتبار أنه فقيق قالوا له كيف يا أبا عبد الرحمن كيف تتم الصلاة خلفه قال الخلاف شر الخلاف شر لا أخرج عليه لا أخالفه فإنه مجتهد هكذا تعلموا رضي الله عنهم وأرضاهم أما الخلاف بين أبي بكر وعمر فهو كثير جدا أبو بكر الصديق رضي الله عنه رأى في حروب الردة أن يسبي نساء أهل الردة وأن يغنم أموالهم بخلاف عمر الأراضي التي تقططع ويفتحها الإسلام أما أبو بكر فكان يقسمها بين الغزاة وبين المقاتلين وأما عمر فلا عدل بها إلى شيء آخر صار يكريها ويؤجرها ويعود نفعه على بيت مال المسلمين لتعم الفائدة اختلفوا في هذا كل له وجهة نظر كل له وجهة نظر الخلاف بين ابن عمر وعائشة رضي الله عنها كذلك مشهور فإن عائشة أنكرت أن يعذب الميت ببكاء أهله عليه وصحح ابن عمر الحديثة ونقل الحديثة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من ميت إلا ويعذب ببكاء أهله عليه بكاء النياحة يعني ما هو البكاء الطبيعي البكاء بصوت يشبه نوحة وصوت الحمام فقالوا لها يا أم المؤمنين ممن روى الحديثة وسمعه عمر وابنه عمر وعبد الله بن عمر فقالت رضي الله عنها إنهما لم يكذبا ولم يكذبا ولكن السمع يخطئ سبحان الله وظلت مصرة على هذا الموقف بلغها أن عمر وابنه لا يرياني بجواز التطيب بعد رمي جملة العقبة في الحج إلا بعد طواف الإفاظة فضحكت وقالت ما كنت والله أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه إلا قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف فنقلت الحديث زكاة الحلي اختلفوا فيها على سبعة أقوال بين الصحابة إذن هذا لا يمكن أن يحصر بل هو واسع وعريض ولكن الشأن كيف كان أولئك كانوا على المستوى المطلوب من الإلفة والمحبة والمودة والإخاء وجمع الكلمة كلمة واعتبار مقاصد الشرع وعرفوا أن الخلاف شر لأن الخلاف الذي يؤدي إلى التنازع والتناحر والتدابر وربما التقاتل بعد التهاجر هذا هو المذموم حينئذ الأئمة الأربعة والأئمة المجتهدون بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا اختلافاً أيضاً ليس بالقليل بل هو خلاف كثير تجد ذلك في كتب الفروع خاصة الكتب التي صنفت فيما يسمى بالفقه المقارن أو الخلاف العالي ككتاب المغني لابن قدام رحمه الله ذكر فيه أقوال الأئمة الأربعة بأدلتها سترى الخلاف الواسع العريض وقع الخلاف بين مالك والشافع يعني بين الأستاذ وتلميذه والشافع من تلاميذ الإمام مالك ومما يستدل به في هذا المقام هذه القصة الطريفة أن رجلاً جاء إلى الإمام مالك وهو جالس في مجلسه يستفتيه قال له إني اشتريت قمرياً طاير من أنواع الطيور يصوت ويتخذ من أجل طرد يعني التنبيه على السراق أو إيناس الناس في بيوتهم قال اشتريت قمرياً فاشترطت على صاحبه أن يصيح طيلة اليوم قال فإذا به صامت وبالمناسبة ابن الجوزي في كتابه الطريف كتابه الحمقى وأخبار المغفلين ذكر قصة من هذا الشبيه النظير أن رجلاً اشترى ديكاً اشترى ديكاً من شخص واشترط عليه أن يكون هذا الديك صائحاً يوقظه لصلاة الفجر فإذا بهذا الديك لا صوت له فرده على صاحبه قال اش هذا الديك؟ ما عنده صوت هذا الجيج أحسن منه لا قال سمحني بعت عليك الإمام المؤذن عندي الداخل فنقول الإمام مالك رحمه الله جاءه هذا الرجل يستفتيه في أنه اشترى قمرياً واشترط على البائع أن يصيح طوال اليوم فإذا به لا يصوت إلا ساعات من النهار ولا يصوت طيلة النهار قال لك أن ترده قال كيف هو؟ كيف يصوت؟ قال يصوت لكنه لا يصوت دائماً دائماً عنده صوت لكن ليس دائماً كما اشترط قال رده عليه فرده عليه فخرج فإذا بالشافعي وكان له خمس عشرة سنة فقط قال بماذا أفتاك الأستاذ؟ قال أفتاني بكذا وكذا بماذا أفتاك؟ قال أفتاني بكذا وكذا بأن أرده عليه قال لا أرى أن ترده عليه ولا يحل لك ذلك قال كيف؟ قال هو ذاك فدخل الرجل على الأستاذ قال إن صاحبك أفتاني بضد ما أفتيتني قال ويش قال؟ قال ادعوه قال ما الذي أفتيت به هذا الرجل؟ قال يا إمام ألست قد حدثتنا عن فلانٍ عن فلانٍ عن فلانٍ أن فاطمة بن تقيسٍ القرشية خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم وأسامة بن زيد فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فإنه رجلٌ صعلوكٌ لا مال له وأما أبو الجهم فإنه رجلٌ لا يضع العصى عن عاتقه كنايةً عن أنه كثير السفر فهو يسافر كثيراً لكنه يبقى مع أهله لكن باعتبار كثرة أسفاره قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بن تقيس إنه رجل لا يضع العصى عن عاتقه دايماً مسافر يعني يغيب عنك إنكيح أسامة فنكحت أسامة فسعيدت به قال ويش استدليالك به؟ قال إنه لا يضع العصى عن عاتقه فهو كثير السفر فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأغلب حاله وهذا الرجل أخبرني أن قمريه يصيح أكثر النهار فضحك الإمام مالك وتبسم وأقره على هذه الفتوى حتى قام بعض الفقهاء المدينة يقول لإمام مالك أنا لهذا الغلام أن يفتي أنا له أن يفتي فانظر كيف أقره لأن المفاهيم تختلف جاء رجل وهذا وقع لرجل واحد اختلف في إفتائه بين عمر وعلي وأبي بكر رضي الله عنهم جميعا جاء رجل إلى عمر فقال إني أقسمت فقلت لامرأتي والله لن أكلمك ولو بعد حين أفتني قال بانت منك امرأتك كلمها يوم القيامة قال ما الدليل قال قال الله تعالى ولتعلمن نبأه بعد حين خلاص هذا يوم القيامة هذا يوم العيال وش نثوي أنا قال خلاص لا أجد لك مخرجا فذهب إلى علي بن أبي طالب قال له كيت وكيت قال كلمها بعد سنة قال ما دليلك قال قوله تعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين ما هو النخلة تؤتي أكلها كل سنة إذن بعد سنة نكلمها قال سنة أنتظر وهي تاب نتزوج عليها وما عندي مال حتى أشتري أمة أتسراها ما أستطيع قال هو ذاك فذهب إلى أبي بكر قالوا ش لي حصل قال كذا وكذا قال إذا جاء المساء فكلمها قال ما دليلك قال قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحوا